وصل سعر الذى بكسر الأرقام القياسية عندما سجل مستوى 24 دولار للأونصة حتى أواخر جلسة يوم الجمعة الماضي قبل أن يصحح السعر إثر عمليات جني أرباح سريعة ليستقر عند مستوى 23 دولار للأونصة وعلى الرغم من عمليات جني الأرباح التي شهدها المعدن الأصفر والتي أدت إلى انخفاضه عند أقفال الأسبوع الماضي فإنه لا يزال عند مستوى قياسي تاريخي نتيجة تصاعد مخاطر العمليات العسكرية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص واحتجاز سفن تجارية بالقرب من الخليج العربي وعلى ذلك فإن حركة الأسعار التي استمرت في الصعود منذ يوم الجمعة الماضي سوف تستمر هذا الأسبوع ما دام التصعيد العسكري مستمرا في المنطقة لا سيما بعد شن إيران هجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من يوم أمس